اشتركوا في القناة أسماء الكائنات في قاعدة البيانات يجب الأخذ بعين الاعتبار ارتباط هذه الكائنات مع بعضها البعض وما قد يترتب من نتائج بعد تغيير أسمائها لذا بعد تغيير أسماء الكائنات من الأفضل تطبيق خيارات التصحيح التلقائي للإسم وذلك بالنقر على علامة تبويب ملف ومن ثم خيارات واختيار قاعدة البيانات الحالية تظهر خيارات التصحيح التلقائي يتم من خلالها تفعيل الخيارين تعقب معلومات التصحيح التلقائي وإجراء التصحيح التلقائي للإسم ثم موافق